أدي من منلومش الرياضيين وبين قوسين الملاكمين يعني مختص في الملاكمة ورياضي الدولي في الملاكمة أنا منلومش الملاكمين لأني على دراية وشترا وصاري في الملاكمة الملاكمين اليوم هذو الملاكمين اللي رام حضرين في الألعاب الأولمبية هم من نفسهم اللي شرفوا الجزائر خلال المحافل في المحافل اللي فاته 2012 و 2012 و 2018 يعني في كلها بطولة إثريقية بطولة عالمية بطولة متوسطية تقريبا نفس الملاكمين اللي شرفوا الجزائر تبقى فقط الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية ما يخفلكش يعني باش تتحفظ الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية اللي تنزل كل أربع سنوات اليوم إذا كان عندنا ملاكمين احنا عندنا ملاكمين مثلاً رحنا نشوف فيهم عندهم إمكانية كبيرة وقدرين نديروا نتيجة إيجابية في الألعاب الأولمبية حنا كنا تكلمنا أنا شخصيا كنت تكلمت المقبل وناديت بالمعاناة اللي راني نعيش فيها والظروف اللي راني نعيشين فيها ولكن تتكلم مع من؟ لا حياته لمن تنادي لا حياته لمن تنادي تتكلم من أجل الكلام فقط الصوت لك ما يسمعش وحتى إذا سمعوا الوزارة أو لا رح تجي شيء عادي لأنه ما رانيش واحدة على كل حال المظاهر في الميدان ولكن يعني واش رح يقول لك يقول لك رعنا نوفر لكم وإن شاء الله نديروكم في المستقبل ورح نعمل لكم كده تبقى فقط مجرد وعود حبر على وره حبر على وره